إذن أوصل بنك الدولي الحكومة بزيادة تعرفة المياه بنسبة 40% لتغطية تكاليف أسعار الكهرباء التي ارتفعت خلال العام الماضي وقال البنك الدولي في تقرير تقييم لقرضي سياسة التنمية بقيمة نصف مليار دولار إن من شأن تمرير الزيادة في تكاليف الطاقة الكهربائية على خدمات المياه من خلال آلية تعديل التعرفة الأوتوماتيكية والمشابهة لبند فرق أسعار الوقود في فواتير الكهرباء ومن شأنه أن يساعد في الحفاظ على زيادة صغيرة في التعرفة في أحدث تقرير أصدره البنك الدولي حول إصلاحات قطاع المياه في الأردن أشار البنك إلى ضرورة تحميل الزيادة في تكاليف الكهرباء إلى مستهلكي المياه في الأجل المتوسط وذلك لضمان بقاء خدمات المياه قابلة للاستمرار من الناحية المالية وحث البنك الدولي الحكومة على رفع تعريفة خدمات المياه بنسبة 40% للحفاظ على استدامة وديمومة سلطة المياه والقطاع برمته من العجز المالي المزمن وحدد البنك الدولي ديون قطاع المياه بأنها أبرز المخاطر الاقتصادية الكلية في الأردن والتي تزيد بنسب تتراوح بين 1 إلى 2% سنويا وذلك تبعا لأسعار الطاقة مستقبلا وأشار البنك الدولي إلى أن ديون قطاع المياه التي تشمل المؤسسات المنضوية تحت سلطة المياه وخاصة مرافق مشروع الديسي تصل إلى ما نسبته 15% من الناتج المحلي الإجمالية وطالب البنك الدولي الحكومة أن تركز إصلاحاتها على الجدوى المالية لخدمات المياه والصرف الصحي وحث وزارة المالية على مواصلة تقديم دعم شهري وسلف لسلطة المياه وذلك بهدف ديمومة عملها وتغطية الزيادة في أسعار الكهرباء وتزديد ديون القطاع وعلى الرغم من أن نسبة الفاقد في قطاع المياه تصل إلى 50% فإن دراسة أخرى أشارت قبل أيام إلى أن 75% من هذا الفاقد سببه الاعتداءات غير المشروعة على شبكات المياه دراسة البنك الدولي التي توصي بزيادة تعريفة المياه بنسبة 40% قللت من أثر هذه الزيادة على الطبقة الفقيرة لكنها لم تتطرق إلى الآثار غير المباشرة لذلك على مختلف القطاعات الاقتصادية كالفنادق والسياحة ومعدلات التضخم بشكل عام